وقبيل القمة الخليجية الصينية عقدت أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي الثلاثة والأربعين بالرياضة بمشاركة قادة وزعماء دول مجلس التعاون وتترأس سلطنة عمان الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجية تعد هذه القمة الاعتيادي الخامسة التي تصطيفها السعودية على التوالي وهذه السابقة هي الأولى في تاريخ مجلس التعاون منذ تأسيس عام 1981 والتي تصديف فيها إحدى دول المجلس الخمسة أو خمسة قمم متتالية